فأيوب مكتوب أب أنا للفقراء ودعوة لم أعرفها فحصت عنها أيوب 29 تفيد الحماية الأبوة تفيد الحماية وتفيد الإرشاد وطبعا بيتكلم عن نبوة دنيال القريبة كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع صحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدمه دنيال بيتنبأ بالتفصيل عن ابن الإنسان يسوع من ولاته لاحظ فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرد جاء مع صحب السماء جاء أمام محضر قديم الأيام مجد وملكوت وسلطان أبدي ما لن يزول ملكوته لا ينقرد أي لن مملكة لن تهدم فالسؤال من هو ابن الإنسان وله صفات لهتية ويأتي على سحاب السماء تعبير لللهوت السحاب والضباب حوله العدل والحق قاعدة كرسيه مكتوب عن وحي من جهة مصر هو ذو الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها شعية 19 الآية الأولى هذا الإبن له كل السلطان والمجد والسيادة والقوة كل الشعوب تتعبد له وملكوته لا ينقرد يوم من الأيام رح تسجد للرب إن شئت أم أبيت ولكن أدعوك الآن إنك الآن تسجد للرب وتؤمن بالرب يسوع المسيح لكي تتحرر من الدينونة من الجدير بالذكر أحبائك كل السلطان والمجد هو للرب يسوع عند محاكمة المسيح في بشارة مرقص اسمع ما هو مكتوب عن يسوع أما هو فكان ساكتا ولم يجب بشيء فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال له أأنت المسيح ابن المبارك فقال يسوع أنا هو وصوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء عم بيتحاكم ولاحظ عم بيتكلم بالنبوة عن شخصه فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال ما حاجتنا إلى شهود قد سمعتم التجديف ما رأيكم فالجميع حكموا عليه أنه مستوجب الموت ترجمة نانسي قنقر